الرابطون على الجبال البيض في مرضي الزهور بقعة أرض صخرية تغطيها الثلوش في الشتاء وتبرع فيها القوارد في حر الصيف لكنها لم تعصي على ناشطين فلسطينيين أبعدتهم إسرائيل إلى لبنان كان ذلك في السابع عشر من ديسمبر من العام الف وتسعمائة واثنين وتسعين في ذلك النهار أبعدت إسرائيل أربعمائة وخمسة عشر ناشطاً فلسطينياً غالبيتهم من حماس من بينهم الشهيدان إسماعيل هنية وعبد العزيز الرنتيسي أرادت إسرائيل تشتيتهم في مخيمات لبنان رفضت الدولة اللبنانية استقبالهم هم كذلك فضلوا الصمود على هذه البقعة القريبة من فلسطين المحتلة فكان مخيم مرج الزهور يعني المنطقة اللي قاعدوا فيها ما كانش حدا يتوقع في يوم الأيام إنه هاي المنطقة يصير فيها تصير مأهولة مسكونة منطقة كلها صخور ما فيه لا شجر ولا نبات ولا شيء يعني كين يشتغلوا ويشيلوا هالصخور وكذا يتعدبوا كثير هني بهالمنطقة الوعري لأنه فيها عقارب فيها أفاعي حتى عملوا متحف من الأفاعي والعقارب وطيور إلى ما هنالك سنة قضاها الناشطون هنا أنشأ علماؤهم وأطباؤهم جامعة ومستوصفا أقاموا نشاطات متعددة لأطفال البلدة فنسجوا أطيب العلاقات مع المحيط وبقيت القضية أولوية نظموا مسيرات نحو الحدود أبرزها مسيرة الأكفان باتجاه معبر زمرية التابع للاحتلال الذي رد بقصفهم وجرح عدد منهم لم يتراجعوا أصروا على تطبيق القرار 799 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والقاضي بإعادتهم للديار بالفعل طبقت العودة على دفعتين دفعة بعد ستة أشهر ودفعة بعد سنة حققوا العودة والتاني شيء يعني عادوا بنفسي يعني أقوى بالنفسي اللي يجوا أو الشي كانوا محبطين شبه محبطين أو اللي يجوا بس بعدين رجعوا يعني بقوة ورجعوا بنفسي كثير عالي بهمة عالي جددوا نشاطهم بالجهاد فجماعة ولا لحظة للحظات نسيوا الأضياء الفلسطينية أو الأضياء الأم القضية الأم بقيت مشعلاً حملها قادة من هذا المخيم إلى داخل فلسطين منهم من استشهد ومنهم من لا يزال يقاوم بقعة الإبعاد هذه شكلت دفعاً للعودة وتحول مخيم المبعدين إلى مخيم العودة فيه أسس المبعدون لعلاقات طيبة مع المحيط شكلت دخراً لمقاومة لا تتخلى عن فلسطين فكان مخيم مرج الزهور هنا من أبلغ المحطات النضالية لقادة رفض الاستسلام كلودي أبي حنة قناة الغد من مرج الزهور جنوب لبنان